دكتور أكرم أهلا وحضرتك صباح الخير صباح الخير على جماعة السيد المشاهدين وكل سنوة حضرتك وحضرتك بخير الحقيقة كنت لسه بقول دلوقتي أنه في طلاب كانوا بيضطروا أنهم يروحوا قرية تانية أو مكان تاني مجاور علشان يدخلوا المدرسة عشان يتعلموا إزاي مبادرة حياة كريمة بتغير الكلام ده في الحقيقة أن محور التعليم في مبادرة حياة كريمة يحظى باهتمام زي ما حضرتك ذكرت الوقتي وفي الحقيقة أننا عايز أتكلم عن مبادرة من بداية التخطيط يمكن التخطيط كان تخطيط محكم أعملنا دراسات تربوية للوضع الحالي والاحتياجات اللي احنا عايزينها سواء مدارس جديدة أو نحن نعمل تعالية في بعض المدارس الأديمة أو رفع كفاءة بعض المدارس الأديمة وطبعاً زي ما حضرتك قلتي أنه يمكن بعض المسافة أو وجود كسافات عالية في الفصول خاصة في المراحل للتعليم الأساسي ده من شأنه أنه يضعز جودة التعليم ونحن النهاردة بنتكلم في حياة كريمة جزء من جودة التعليم هو يصب في صالح حياة كريمة فحقيقة التوسع في بناء المدارس وزيادة عبد الفصول ده هيدي أريحية كبيرة جداً في عملية التعليم والتعلم داخل الفصول وبالتالي هيحق نواتيك تعلم كبيرة جداً زائد أنه هيقلل لنا مشكلة كابتحصل من بعد المسافة دي يمكن يمكن بيحصل بعض حالات التصرب من التعليم خاصة في المراحل الأولى من التعلم فدي كانت إشكالية بتقابلنا وإحنا كمان في برنامج حياة كريمة بنحاول أن نعالج ما فات من التلاميذ اللي هم تصربوا لأن دي بتبقى فرص حقيقية لرفع الأمية بالتأكيد طبعاً بالتأكيد دكتور أكرم الحياة أنه في مركزين إحنا دايماً بنركز على المركز اللي دخلت بالفعل ضمن المرحلة الأولى هو مركز يوسف الصديق ومركز إطسا 63 قرية تقريباً بنتكلم فيهم التكلفة تقريباً عدد 9 مليار جنيه مجهود كبير جداً عايزة أعرف من حضرتك يا دكتور إيه نصيب التعليم من كل هذا يعني إيه بالأرقام اشتغلتوا على مدارس قد إيه تم بتوسعة مدارس قائمة بالفعل عددها كم تقريباً لو حضرتك توضح ليه يمكن المركزين دول اللي حضرتك بتكلم عنهم فعلاً أنهما في محل التنفيذ حالياً هو مركز إطسا وده فيه 64 مشروع للتعليم ما بين بناء مدارس وما بين توسعة وتعالية في المباني القائمة ورفع كفاءة مركز يوسف الصديق حظى بـ 17 مشروع تعليمي واللي أنا عادي ورد بأكده أن المشروعات كانت بناء على دراسة تربوية احتياجات تربوية زائد اللقاءات النقاشية اللي عملناها مع أهالي المركزين يمكن أكتر من حوار مجتمعي بكيادة معلم محافظة عملناها مع أهالي المركزين يمكن المخططة اللي احنا كنا حطينه كان يفوق طموحات الناس شوية في سواء عدد المدارس أو نوعية المدارس اللي هتضاف ولكن في الحقيقة أن الحوار المجتمع ده أفادنا في حاجات كتير زي أن لابد أن يكون فيه مدارس زراعية قايمة على طرق حديثة في الزراعة وده شيء مهم طبعا وخاصة في المحافظة وله علاقة بالمكان وله علاقة بطبيعة المكان دي حاجة مهمة جدا وعلى فكرة الرئيس بنفسه بيهتم بده أنه يبقى فيه في الأماكن المخصصة لحرفة معينة أو لزراعة معينة تعليم له علاقة بده وسوء عمل له علاقة بده طبعا إحنا عندنا هنا المحافظة يمكن مشهورة بالزراعة زائد نضرة الميا فيها فالحفاظ على كل نقطة مياه ده أمر واجب طبعا وخاصة في الظروف اللي احنا فيها فإدخال مدارس زراعية بهذه التقنية الحديثة في الري شيء مهم جدا صوصا مع الاستراتيجات اللي شغالة عليها الدولة دلوقتي في مسألة طبطين الترع أو مسألة الري الحديث وإزاي الناس تتعود والفلاحين يتعودوا على الاستغلال الأمثل للمياه وإزاي بيوفر لهم كمان ما هي دي يا فانتم اللي كانت الرؤية التفاعلية بقى للتعليم ويمكن المبادرة أو النقلة النوعية اللي بتحصل في مصر دي أهم ما يميزها أن وضوح الرؤية للجميع جميع الأطراف المشاركة عندها رؤية واضحة وموحدة للمبادرة عندنا تكامل كويس جدا ما بين القطاعات المختلفة كله شايف التاني كله متفاعل في المبادرة يمكن التعليم كان لها التفاعل ويمكن قدرنا خلال الخطوات الأولى في إعداد المبادرة إن إحنا ننتج خطة استراتيجية تنموية للمحافظة في التعليم وتتوازى وتقدر تغزي المبادرة في ملف التعليم فاشتغلنا على الجودة لابد إن الأماكن الجديدة دي اللي إحنا شغالين عليها يكون فيها مدارس معتمدة تطبق معايير الجودة يمكن الملف دي اشتغلنا عليه كواس جدا صحيح ويبتلين نأهل مدارس كتير في المركزين وطبعا هيتم اتباعا في المحافظة كلها بناء مدارس جديدة اعتماد مدارس يعني مدارس تحقق معايير الجودة وتعتمد من مسألة الجودة دي مسألة مهمة جدا أصلا جودة الحياة هي استراتيجية واضحة دلوقتي حقيقة إنه إحنا دلوقتي بقينا وكمان كان فيه تصريح مهم جدا في المؤتمر الأول هو له علاقة بإنه حياة كريمة هتطلق مؤشر لقياس جودة الحياة الحياة نحن في حياتنا يعني أول مرة نسمع هذا المصطلح جودة الحياة هنا لو ركزناها على التعليم إيه هي الجودة اللي ممكن ينتظرها الطالب في قرية بسيطة في محافظة الفيوم من التعليم طبعا ده ملاحظة مهمة جدا ويمكن تعليق هام جدا يمكن في المدارس اللي بتتبني الوقت والمدارس اللي بيحصل لها عملية توسعة أو تعالية في المباني بتاعتها هتحظى بخدمات أكتر لأن طبعا فيه شغل في البنية التحتية شغل قويس جدا وماشي على قدم وصاق جميع الكرة هيتمديلها مسألة الصرف الصحي المياه الإنترنت وده مهم عندنا في مسألة التعليم والتحول الرقمي طبعا فهتبقى المدارس مجهزة تكنولوجيا من البداية وده هيبقى شيء مهم جدا زائد انخفاض الكسافة زي ما قلت في بداية الكلام ده شيء مهم جدا لتحقيق نواتج تعلم أعلى إذا احنا بنحقل نواتج تعلم للطالب أعلى فاحنا ماشيين في طريق الجودة كل المبنى المدرسي تأهيل المعلم التنمية المهنية للمعلم علشان يشتغل على موضوع تنمية ومسألة التكدس دي كانت مسألة الحقيقة معيقة جدا مسألة انه يكون في عدد كبير في نفس الفصلة أو في نفس المدرسة والحمد لله ان احنا بنشتغل عليها وان احنا بنحقق إنجاز فيها عايزة عارف من حضرتك استجابة الأهالي طبعا مش الطلاب الأهالي أولياء الأمور اللي هم تعبوا أو عايزين يعني يعلموا أولادهم مهما كان التمن حتى لو هيروحوا كل يوم مشوار من قرية لقرية تانية إزاي بيستجيبوا بيتفعلوا مع هذه الإنجازات؟ والله يمكن لما أنا قلت لحضرتك إن عملنا أكتر من لقاء حوار مجتمعي مع الأهالي وطبعا كنا بنشرح إحنا هنعمل إيه والأهالي محتاجة إيه كنا بنجد السعادة في عيون الأهالي طبعا لأنهم مترجمين الكلام ده عندهم لا ده أنا عايز مدرسة النحية دي تعليم أساسي هو اللي عايز مدرسة هنا تعليم سنة واللي عايز مدرسة تعليم زراعي فكان عرض الخطة بتاع التعليم كانت بتيجي في معظم الأحيان بتلقى سعادة عند الناس طبعا لأن الموضوع ده بتاع التعليم وخاصة في المحافظة هنا أنا وجدت برضو من الأشياء المهمة اللي أنا عايز أقولها إن موضوع إن إحنا بنهتم بالنحية الابتكارية عند الأطفال لأن هنا فيه أطفال هايلين جدا بيشاركوا فيه مسابقات دولية علمية في العلوم والهندسة ونينة إنجازات يعني هنا فيما هتبقى فيه مشاركات دولية لطلب أطفال في هذا المجال فدي موحور برضو من المحاور اللي هو هيحق جودة في التعليم صحيح وهتضاف أو قيمة مضافة لحياة كريمة وجودة الحياة في هذه الكرة التعليم بينعكس بشكل كبير مش بس على المواطن على البلد على بلده وإزاي بيطور فيها وإزاي البلد بتستفيد منه لكن كمان بيهم الشخص اللي بيتعلم إزاي يربط ما تعلمه بسوق العمل استكمالاً للمشروعات المختلفة اللي في الدولة مع مبادرة حياة كريمة إزاي ده بيخدم على ده يعني إزاي حضرتك تقدر تشرح لنا أنه الطالب لما يدخل يتعلم في هذه الجودة وفي هذه المدارس الجديدة أو في التوسعات المدارس القائمة هيشعر أنه هو يقدر يلاقي فرصة عمل في قريته أو في محافظته ده كلام كواس جداً وعلى سبيل المثال يعني مع انطلاق المبادرة وطبعاً كان في حراك كبير جداً في محافظة الفيوم في الجانب الاقتصادي في تجمعات صناعية كبيرة وفي مشروعات قيمة على الزراعة مهمة أوي فده كان يخلينا احنا كتعليم نبص لهذه الأمور بنظرة دقيقة وعميقة وبالتالي هو الفرع بتاعنا اللي هو التنموي في التعليم والجاهز هو التعليم الفني وبالتالي فعلاً ابتدينا نستحدث أقسام جديدة يمكن ماشيين الوقت في أقسام جديدة الحياة أنه أصلاً ملف التعليم الفني ده ملف في غاية الأهمية فده اللي خلينا نبتدي نمشي في أن احنا نستحدث أقسام جديدة وفي أقسام جديدة هنلغيها يعني هتحل محل أقسام جديدة هتحل محل أقسام قديمة لأن سوء العمل الواعد هو يتطلب طالب عنده تقنية الطاقة الجديدة والمتجددة عايز طالب عنده تكنولوجيا الغاز الطبيعي لأن احنا مجدمين كمان توصيل الغاز الطبيعي طبعاً وده ضم أصلاً المبادر وكل هذه الأمور يمكن دقائنا فيها يمكن بعض الناس يقول ايه طب تعليم ماله ومال الموضوع ده لا احنا ذكرنا الملف كله الملف التنمويل ومحافظة الفايوم علشان نعمل أحسن ممارسات في التدخلات التعليمية يبقى فيه شيء من التكامل لأن أنا عشان كيف أقول لحضرتك أنا مبسوط جداً بحالة التكامل والتناغم ما بين كل القطاعات في النهاية احنا أول مرة نشتغل يعني يمكن بالطريقة دي يمكن أن نشتغل كويس كل واحد لوحده ولكن التيمورك وأن كله بيخدم في هذا الموضوع وأنا بتكلم فيه نواحي صناعية علشان أشوف إزاي عملت مدرسة تعليم مزدوج لأن تعليم مزدوج برضو مهم فمع التوسعات الصناعية دي هيكل التعليم الفني إن شاء الله شأن كبير في هذا المحاصل على أي حال طبعاً أنا بشكر حضرتك وبالتأكيد هيكون لنا متابعات أخرى دكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بألف يوم شكراً جزيلاً لحضرتك